خلال عدة شهور روحت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مكانها فما زال الطرفان يجيدان لغة تتراوح ما بين التهديد من جهة وإظهار المرونة السياسية من جهة أخرى وزير الخارجية الإيراني محمد جبال ظريف الذي شملته مؤخرا عقوبات أمريكية يقول إن أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة وليس مسؤولية القوات الأجنبية التي تتسبب بزعزعة استقرار المنطقة ورأى أن التحالفات العسكرية التي تحاول واشنطن تأسيسها لحماية الملاحة في الخليج العربي محكومة بالهزيمة مسبقا تصريحات ظريف سبقتها تصريحات أخرى لقائد البحرية في الحرس الثوري اللواء علي رضاة الغسيري أكد فيها أن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية أو أمريكية محذرا ما وصفه بأي تدخل غير قانوني في مياه الخليج واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالسعي إلى فرض سيناريو جديد في المنطقة لإطفاء الشرعية على وجودهما في مياه الخليج ونهب دول المنطقة في المقابل تحافظ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وطيرة تدريجية لتسعيد الضغوط على طهران عبر العقوبات التي أوصلت الاقتصاد الإيراني إلى أزمة وصفها ترامب بالكبيرة بينما تواترت أنباء عن حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن مسؤولي بريطانيا أثناء زيارته إليها على ضرورة انتهاج سياسة أكثر تشددا إزاء طهران لا سيما أن العلاقات البريطانية الإيرانية قد توترت كثيرا في الآوينة الأخيرة إذ احتجاز إيران سفينة بريطانية في مضيق هرمز سبقه احتجاز بريطانيا سفينة إيرانية في جبل طارق في المحصلة فإن الأزمة في الخريج العربي بين واشنطن وطهران ربما تستمر بحسب محللين بقدر تحمل الاقتصاد الإيراني وقدرة النظام على المراوغة والالتفاف عن العقوبات الأمريكية وهي قدرة مفتوحة عبر الحدود خصوصا مع وجود بيليشياته وأعوانه في سدة الحكم بالعراق بينما يرجح أن تظل الوتيرة التدريجية للعقوبات الأمريكية على وفق ما يراه منسقون مصالح الانتخابية لترامب استعدادا للانتخابات الرئاسية في العام المقبل